بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرف المرسلين أهلا بكم إخواني على قناتنا قناة من حقك أن تعرف للشروحات درسنا لنهار اليوم إخواني نصائح مهمة وجوهرية حين شراء أي غسالة جديدة ذات باب أمامي كما تشاهدون أو باب علوي كيفية تركيب ونزع براغي التثبيت نصائح جوهرية في هذا الفيديو لا تنسونا بالاشتراك في القناة وكذلك عمل جامل الفيديو إخواني في الغسالة ذات الباب الأمامي كما تشاهدون كثير من الأخطاء يقع فيها إخواننا حين يشترون غسالة من هذا النوع سواء ثمانية كيلو أو عشر كيلو الغسالة غسالة الباب الأمامي إخواني أول شي حين شراء غسالة جديدة الأنبوب الخاص بصرف المياه وإخراج المياه كما تشاهدون من المصنع يأتي معلق في ظهر الغسالة أو خلف الغسالة كما تشاهدون هنا لا يمكنك نزعه من هذا المكان أبدا بل يجب نزعه من هذا المكان فقط هنا وهنا أين هو مثبت في الخلف هنا يمكنك نزعه أما هنا أين مثبت بشكل جيد فلا يمكنك نزعه والأمبوب يجب أن يبقى بارتفاع من خمسين إلى ستين سنتيمتر حتى ثمانين سنتيمتر بهذا الشكل هنا لا يمكنك نزعه ولا تنزعه لأن الغسالة ستملأ الماء وتخرجه في نفس الوقت ولن تعمل معك ولن تدور الغسالة كثير من الأسئلة تصلون حول هذا الموضوع ولن تعمل معهم الغسالة الأنبوب يجب أن يبقى معلق إخواني كذلك براغ التثبيت حين تشتري غسالة جديدة يوجد براغ تثبيت أربعة وهناك أنواع من الغسالات يوجد فيها ثلاثة في الخلف هذه البراغ ليست تابعة للغسالة إخواني هي للنقل فقط من أجل النقل والشحن يجب نزعها حين توصل الغسالة إلى المنزل فكها بمفك براغ كما تلاحظون أو أحيانا بعض الغسالات يأتي معها المفك في الملحقات الخاصة بها هذا هو إخواني برغ التثبيت ننزعه من الغسالة البرغ الثاني ننزعهم في أربعة إخواني أحيانا يأتي صعب في النزع من هذا الجوان الأسود البلاستيكي يجب نزعه وإخراجه نهائيا بهذا الشكل وهذا هو شكله إخواني بعد نزعه هذا شرط ضروري إخواني لأنه إذا لم تنزع هذه البراغ براغ التثبيت فالغسالة ستعمل نعم ولكن في العصر ستقوم بضوضاء كبيرة ولن تعصر بشكل جيد هذه أشكال البراغ بعد نزعها وقد حتى يتكسر الحوض الغسيل إذا لم تنزع هذه البراغ تجد في الملحقات أيضا بعد نزع البراغ تجدون هذه الأغطية البلاستيكية البيضاء تضعونها مكان الثقوب التي نزعتم منها براغ التثبيت كما تشاهدون لكي لا تدخل أي حشرات أو أي شيء تقومون بتغطية هذه الثقوب التي نزعتم منها براغ التثبيت هذه الأغطية البيضاء تجدونها مرفقة مع ملحقات الغسالة ودليل الاستعمال كما تشاهدون هنا إخواني قمنا بتغطية هذه الثقوب بعد أن نزعنا البراغ هنا هذا أنبوب إدخال المياه تركيبه بشكل جيد ثم ركبه في الصنبور المياه وأما الأنبوب الخاص به الغسالة يجب أن يبقى معلق بهذا الشكل ثم أخذه إلى مكان تصريف المياه ولا تنزحه من الغسالة أبدا فالمياه ستخرج مباشرة إذا نزعته من هذا المكان ووضعته على الأرض فالأنبوب يجب أن يبقى معلق بهذا الشكل وإذا نزعته وينزحه من الجهتين اليمنى ولا تنزحه من هذه الجهة فهنا يبقى أن يبقى معلق وبارتفاع 60 إلى 50 سنتيمتر وضعه في مكان إخراج المياه وتصريف المياه إذا لم يصل لك الأنبوب إلى مكان إخراج المياه قم بزيادة وشراء ميتر أو نصف ميتر أنبوب بلاستيكي وقم بتوصيله بأنبوب الغسالة الأصلي ووضحه في مكان إخراج المياه أما الأنبوب الأصلي للغسالة يجب أن يبقى معلق ومرتفع بهذا الشكل لكي تعمل معك الغسالة بشكل جيد أخي الكريم أخطاء كثيرة يقع فيها إخواننا يشترون غسالة جديدة ولا تعمل معهم الغسالة لأن المياه تخرج مباشرة من هذا الأنبوب حين يضعونه على الأرض بالنسبة للفيلتر الموجود أسفل الغسالة إخواني كما تشاهدون يوجد باب قوموا بفتحه هذا الفيلتر خاص بالمضخة هنا تجدون الأطربة والأوسيخ لما تفتحونه من اليمين إلى اليسار إخواني من اليمين إلى اليسار وتجدونه هنا كالترصبات والخاصة بالغسيل من حين إلى خرقهم وبفتحه وتنظيفه أما بما يخص الغسالة ذات الباب العلوي إخواني كذلك هذا هو درج مسحوق الغسيل هنا يضع مسحوق الغسيل الرئيسي وهنا المعطر الخاص أو السائل الخاص بالغسيل كذلك في هذه الغسالات تجدون الفلاتر هذه الفلاتر خاصة بتصفية الخيوط والوبر من الماء في الغسيل من كثرة الاستعمال فالقماش والثياب تقوم بخروج خيوط وبقايا من الغسيل هذه الفلاتر خاصة بتنقية هذه الخيوط يجب تنظيفها من حين إلى آخر في هذا النوع من الغسالات غسالات باب علوي كذلك يوجد غسالات فيها فيلتر واحد في الجانب وهناك من يوجد فيها فيلترين يعني فيلتر في اليمين وفلتر آخر في اليسار تقومون بنزعه وفتحه وتنظيفه حسب نوع الغسالة الخاصة بكم في هذا النوع من الفلاتر يفتح هكذا بهذا الشكل إخواني تجدون كل الوبر والخيوط والبقايا التي يصفيها الفلتر يصفيها من الماء ومن الملابس من كثرة الاستعمال بعد تنظيفها ارجعها إلى مكانها يرجى تنظيفها من حين إلى آخر كي يبقى الحوض الغسير نظيف وتبقى الثياب لا يكون فيها بقع من هذا الأوساخ كذلك فلاتر إدخال المياه إخواني في هذا الغسالات في هذا الشكل يمكن نزعها وهذه الفلاتر يمكن أن يصيبها انسداد من بقايا المياه أو الأملاح من حين إلى آخر نزعها وتنظيفها ثم ارجعها إلى مكانها سواء في المدخل البارد أو الساخن أو في الغسالة باب أمامي أو باب علوي هذه الفلاتر قوموا بإخراجها بهذا الشكل وقوموا بتنظيفها فهناك من يعاني من دخول الماء بشكل ضعيف وهذا راجع إلى الفلاتر تكون متسخة جدا ولا تدخل المياه يجب تنظيفها إخواني هذه الفلاتر أيضا الأنبوب الخاص بالتصريف المياه يجب أن يبقى معلق في أي نوع من أنواع الغسالات إخواني ولا يجب أن يوضع على الأرض هذا والشرح لنهار اليوم أرجو أن أكون وفقت لا تنسونا بالاشتراك في القناة وعمل جام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته